أراك قوي أراك مرتاح أراك مرتاح روحيا أراك راضي راضي وممتن ممتن للحياة ممتن للشمس ممتن للسماء والنجوم والقمر ممتن لرب هذا الكون العجيب الذي خلق هذه الأشياء العجيبة والجميلة لتكون أنت سعيدا أراك فهمت أن الحياة فيها مواقف مختلفة أحيانا ضيضة أحيانا خضرة أحيانا سودة أحيانا وردية وهذه المواقف المختلفة ليست سوى دروس ربانية ليست سوى حكم سماوية وأنت فهمت عزيزي أن الله عادل أن الله كريم أن الله رحمن رحيم وأنه منبع العطاء لا متناهي بالنسبة للحبيب هذا الحبيب شوفوا هذا الحبيب يشعر أنه مسجون أنه مقيد أنه ليس لديه حرية ليفعل ما يشاء لكي يتصرف كما يحل له ولكي يتصرف كما يطلب منه قلبه وروحه وكيانه لذلك وهذه الكارت العدالة السماوية تطلب منك أو تقول لك نصيحة أتركيه دعه خليه أتركيه يحرر يتحرر من قيوده لوحده لا تتدخل لا تصر لا تبادر والآن نعم أخطب النساء لا تبادري أبدا لا تبادري أبدا لا تجبري على فعل أشياء أتركيه لا تسألي لا تبحثي إذا ابتعد ليقرر وليرتاح وليبحث عن سلامه الداخل ولينضج روحيا أحترميه أتركيه ليبحث ليبحث هو عن ما في جوهره ليفهم أنه يحبك ليفهم نعم عليه أن يفهم يعني المشاعر موجودة لكن التفكير أحيانا يسيطر لذلك عليه أن يجد سلامه الداخلي لكي يكون أكثر نضجا روحيا لينضج روحيا قلت أنت لا تبحثي لا تسألي كما لو لم تكن تعيشي في الأرض كما لو كنت سفرت إلى المريخ أنت تعيشين في المريخ لا تسمعين ولا تبصرين ولا وخا إذن هذا الحبيب أتركيه دعيه يحلق ويطير بحثا عنك دعيه يذهب هو كذلك للمريخ ليبحث عنك وسيفعل سيفعل أكثر من مرة نعم لماذا؟ لأنه يحتاج ويشتاق لعطفك وحنانك أنت مهم جدا 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 بالنسبة لهذا الحبيب نعم مهم أكثر من مهم لأنه يشعر بغيابك يشعر بغيابك لدرجة أنه أن روحه تهرب من جسدك جسده هو بحثا عنك شوفوا ماذا عمق هذا الحب قد يكون حتى توأم شعلاتك هنا رقم 11 1 1 1 1 قد يكون توأم شعلاتك هذا الحبيب كل نبضة من نبضات قلبه يذكر فيها اسمك نعم هذا الحبيب وقع في حبك من أول مرة من أول نظرة أنت في البداية ربما كنت تهرب كنت ترفض أن تقع في الحب خوفا من أشياء تخصك أنت تعلم أنت فقط تعلم لماذا أنت غامض لكنك سيدة المشاعر النبيلة واللطيفة وكذلك سيدة الهدوء وسيدة الطمأنينة هذا الحبيب يستمد منك طاقة الطمأنينة عجيبة يراك غامضة وبالتالي هذا الغموض ديالك هو أصبح مهووس مدمن يحلم بك في منامه وأحلم يقضى وأحلم في المنام ثاني يتخيل يتخيل معك أشياء وأشياء كثيرة بزف هذا الحبيب يشعر برغبة هناك تغيير هناك تغيير عجيب هذا الحبيب لديه رغبة مرضية نعم أعيد رغبة مرضية بأن يعانقك يشتق إليك بزف بأن يعانقك ويحظنك أعتقد أنه مش مجنون مش يعني شوقه يعني شوق جنوني غير عادي غير عادي يعني هناك طاقة عالية بزف فيها جنون فيها حب فيها شغف فيها جاذبية يعني معذب معذبة هذه المشاعر وهذه الطاقة المختلفة معذبة قد يكون ربما توأم الروح وتوأم الشعلة تتكرر الكردة توأم الشعلة توأم الروح هذا الحبيب ربما يهرب ربما يعود من جديد ثم يهرب ويعود من جديد راه مشتق لحد الجنون قرد المجنون حد الجنون يرسل لك رسائل يقول لك فيها أرجوك لا تطردني من قلبك أرجوك لا تطردني من حياتك أرجوك لا تطردني من روحك يا روحي فروحي وروحك واحدة هذه رسائل روحانية هذا الحبيب ينده عليك يقول لك آجي آجي يعني روحيا تقول لك آجي تعالى تعالي آجي لعندي روحيا يعني طاقيا هذا الحبيب أراه أنه سيتنازل سيتنازل عن كل شيء إلا عنك أنت أراه يضحي بكل شيء لتكون معه لذلك الصبر الكثير من الصبر واحترام الزمن أو الوقت الإلهي فالأشياء ستحدث في الوقت المناسب لذلك تشبث بالأمل هذا الرجل يموت حبا أما أنت فهذا الحب هذا الحب يا سيدتي يجعلك تخلقين من جديد أراك أجمل أراك أسعد أنت تعرفين أنه يحبك أنت تشعرين بذلك لذلك أراك أنت سيدة جميلة كل يوم أجمل لأن هذا الحب حب عظيم حب سماوي حب مجنون بعض منكم حتى زواج في الآخر إذن أنت تركت الحزن جانبا لأنك فهمت أن لا فائدة من الحزن والكآبة وهي قاعدة سهلة جدا إذا كان هذا توأم شعلتك كما أرى فالقاعدة سهلة بزر تشبث بالأمل لا تفقد الأمل أبدا والتفاعل أمل وتفاعل يساوي سعادة يساوي فرح وسلام وأمن وأمن والود والحب وده بغد نشوف الرسائل وبفضل الله 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 جميلة بزر بفضل إذا كنت تتشبث بأملك ومتفائل وإيجابي ماذا سيحدث في حياتك؟ معجزات والمعجزات لا تحدث يوميا لأن المعجزات هو جواب سماوي جواب رباني لدعائك لدعائك النابع من قلبك هنا تتكلم عن السحري هذا حب سحري أكيد أنه توأم شعلتك يهرب ويعود أتركه فعاجلا أم أجلا سيبقى سيأتي اليوم حسب التوقيت الرباني سيبقى في حياتك لماذا؟ لأن الروح أقوى من العوائق وأقوى من العقبات الدنيوية والتأمل الكثير من التأمل يعني السلام الداخلي ابحث عن سلامك الداخلي ابتعد عن الحزن أطرد الحزن الكثير الكثير من التفاؤل الإلهام فكرة جديدة تنبعه من داخلك من قلبك في همسة حلوة استمع وتحرك اتبع إلهاء الإلهام الذي يصلك من الأعلى كانت رسالة لا تحتاج حتى للشرح رسالة سماوية هنا معجزات ورسالة سماوية ستصلك رسائل سماوية ودنيوية كذلك تتعلق بهذا الحبيب لأنه توأم شعلتك وتوأم الروح كانت قراءة سحرية كانت قراءة رائعة إيجابية بزر لذلك تحلى بالكثير من الصبر فالصبر جميل والصبر يفتح لنا أبواب السعادة والفرح والحب والسلام كانت مننا لكم الخير أتمنى لكم السعادة والكثير الكثير من السلام والكثير من الصحة والعافية الله يحميكم يحمينا ويحمينا أحبكم بزر كان بغيكم بزر وبسلامة إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر